اهلا بكم مشاهدينا من جديد كل سنة وحضراتكم طيبين وبالف خير النهاردة الرؤية وهنعرف اذا كان بكرة العيد هموما او بعد بكرة والناس دايما بتستعد للاجهزات قبلها بفترة يعني بتكون عندهم كده بعض الافكار اللي حيحولوا ينفذوها خلال فترة العيد طبعا فترة الصيام بيكون في ناس كتير بتتوجه بعديها للمصايف والشواطئ فحلقتنا النهاردة هنعرف من خلالها اهم مكونات شنطة المصيف للعناب البشرة والشعر ده للناس اللي هي نوية بإذن الله انها تسافر وتقضي العيد في الاماكن المفتوحة والاماكن اللي على البحر النهاردة بيشرفنا كالمعتاد الأستاذ الدكتور عاصم فرج أستاذ الأمراض الجلدية النهاردة هنتكلم في الموضوع ده وغيره بس النهاردة لازم نقول لدكتور عاصم كل سنة أنت طيب لأنه هلص العيد على الاماكن المفتوحة أهلا بيك دكتور عاصم يا رب ييد عليك الأيام بكل خير إن شاء الله إن شاء الله الناس يا دكتور ربنا يبارك في حضرتك الناس اللي هي نوية تتجه كده للشواطئ هو كنت أولا مش أنا بتاعي لكلهم يعني كل عايز يهرب من ضغط الشهر طبعا غالبية عظمة حتلاقيهم رايحين على الشواطئ بصرف النظر السحر الشمالي اسكندرية العنسخنة البتاع يعني أيا كان أيا كان إنما إحنا نفس الدنيا تمشي بدون مشاكل يعني إيه تمشي بدون مشاكل إن شاء الله تمشي بدون مشاكل فحقولهم شوية تعليمات كده بسرعة وإحنا ماشيين كده بعد العيد إن شاء الله برضه أقولهم تعليمات أكتر نمرة واحد الأنبوبة بتاعة اللي هي الصونسكرين اللي هي محجبات الشمس اللي عندك أو اللي عندك من السنة اللي فاتت ممكن ما تنفعش السنات ودي حاجة مهمة حتى لو تاريخ صلاحية تشغل آه لأنه فتحها فحنبتدي نعرف حاجة جديدة هل هو فتح الأنبوبة دي ولا فتحهاش لو هي مقفولة لو هي مقفولة متبرشمة 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 من السنة اللي فاتت استخدمها أو استخدميها لو هي اتفتحت وحتلقوها اكسباير وهي مكتوبة الكلام ده على فكرة على بتاعة محجبات الشمس لما تتفتح ما لكش دعوة بقى بالاكسباير ديت اللي بر وده مهمة جدا 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 زيادة على اللجوم أموال إيه اللي بيحدد إن كانت صالحة الاستخدامة ولا لأ؟ أنا مقفولة يا شاب يعني متبرشمة تفضل هنحترم اللي هو الاكسباير ديت يقول لك يخلص سنة جاية السنة اللي بعدية هتستخدم أنا بقول ليه الكلام ده؟ لأنها ساعات بيحصل لها اكسيديشن اكسيديشن يعني ايه؟ يعني مسودية فهي اسودت من الكذا كده فحتلاقيها تيجي يحطوها تعمل مشاكل أكتر منها نوايا دكتور راسم لو أنا عندي علبة من المهيبات كويس؟ ايه الشكل الظاهر اللي يقول لي ما استخدمهاش؟ في منهم مفعوصة يعني بيضة يعني هتب بينا الحاجة التانية اللي مهمة قوي لون الكريم اللي طالح لونه يعني احنا حنبز حتة كده لقناها طلعة غمقة صدقوني دي بيضة خلاص يرموها فحنرجع تاني ونجيب حنختار ايه؟ واحنا رايحين للشاطئ وعشان الدنيا تتضر نمرة واحد حنختار ما يلائم البشرة مش ما يلائم أي حاجة تانية حسب طبيعة بشرة اه حسب وعملين ايه دلوقتي ظريفة جدا عملين حاجة اسمها فاميلي السيرفوس يعني عملين فاميلي كريم اللي هو لكل افراد الاصر صغير كبير واحدة التانية غالبا ده بيبقى سائل اكتر يعني ايه ليكويد يعني اكتر سوائل اكتر منها الكريمات فحتنفع للأسرة كلها اوفر لان البتاع غلية محجبات الشمس غلية اوي 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 فحنبتدي نحطها للأب والأم والبنات وا 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 اهم حاجة انها يبتدوا بيها السعكام لو هما حيبتدوا ينزلوا زي ما بيعملوا دايما من الظهر ضروري يحطوها قبل التعرض للشمس بساعتين قبل التعرض للشمس بساعتين يبقى احنا بنعمل ليه سوا دلوقتي احنا بنجهز شنطة الساحل زي ما بيقولوا او شنطة اللي هي الشاطئ لانها مهمة الى اقصى درجة نمرة واحد هنحط الكريم او المحجبات الشمس اللي عندنا ادي واحد دي هنحط نوع ينفع للأسرة مبلاش ايه ده بتاع الصغير اصفي انواع مكتوب عليها انا اعتقد انها حاجة تجارية بس انا انا عندي اعتقد اللي يقولك ده فور كيدز للاطفال وده للكده وده للكده دكتور عاصم هو اللي عنده اولاد مثلا سنة او اقل اه دول معانا في القصة معانا ده دول اهم مننا اه يبدأ الطفل يحط من عمره دي اه من اول ما يبقى سنة سنة ونص بقى عنده حاجات فور كيدز الولد ما بحبهوش ياخد لون من بدري لما بياخدوا لون بدري المفاجأة الكبرى لا حتى مش هيفتحي تاني يعني ايه مش هيفتحي تاني ودول الناس بتستغرب يعني تقولك والله والله ده انا كنت بيضة قوي يا دكتور عاصم انما راحت اه وهي اربع خمس ست سنين اه اسمرت ما رجعت ما رجعتش ما رجعش اللون اه وده بتحصل كتير قوي اه بيبقى لسه وعايزين بقى بعد كده يفتحه يبقى نمرى واحد كل ده اللي انا عمل اختيار اس بي اف كويس كمان يعني ايه يبقى احنا هاختار السائل ولا كريب ولا ولا كده حسب نوع البشرة الرقم بقى يقولك اختار انهي رقم في محجبات الشابس الرقم دلوقتي منظام الاف دي ايه اللي دايما انا بجيب سريتها دي عملت قوانين اللي هي بلاس يقروا كده حيلاقوا بلاس 50 اي حاجة غير كده بلاش طيب نعرف تفصيلة الكلام ده بعد فاصل سريع هاوي 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 نستأذنك وستأذن مشاهدينا بعد الفاصل نكمل كلامنا مرة تانية ان شاء الله تعالى بيكم مشاهدينا مرة تانية وخلونا نكمل كلامنا مع دكتور عاصم فرج أبسد الأفراض الجلدية النقطة اللي احنا توقفنا عنها دكتور نقطة قد تكون مهمة وفارقة لناس اللي هي المسافر إما الناس اللي في السافرة دي زي ما احنا قلنا هيتعرضوا للشمس هنحط محجبات الشمس قبل التعرض بساعتين الصبح قبل التعرض أنا اسألوني أنا طبعا مش هايسمعوا كلامي أنا ما بحبش المروحة بتاعة الصبح دي ولا لها معنى شمس جمدة حرقة معمودية خلينا في بتاعة اللي هي أول ما الشمس تيجي بتسقط يعني من الساعة أربعة خمسة ودي بتعمل تاند خفيف فحنبتدي بلاها النزول الصبح خليهم بقى يلعبوا ولا يتفسحوا إنما ضروري من ساعتها يبتدوا يتعرضوا في الشمس اللي احنا بنسميها فيها ألترا فيلت أكتر ومفيدة أكتر من بعد الساعة أربعة من سبعة الساعة أربعة ده 100% لأن المقابل لها كمان يا شم الصبح بدري بدري قوي ما تقللش إنهم هيكونوا صحي كان بعض الستات هي اللي بتنزل بدري بدري عشان ياخدوا تان البتاع ما حدش يحط بيرفيوم وهو رايح هعيدها تاني ما حدش يحط وإنت بقى في زي ما بيقولوا يعني بيش عاديين نعمل دعاية إنما وإنت في الشواطئ بتاع السحل الشمالي والبتاع تلاقي هابو بيرفيوم داخل عليك بيحطوا بيدلقوا مثلا كيلو ولا إزازة بحالها عشان تروح دي بتعمل لها إيه سواد تسواد يعني ليه لإنها البرفيوم اللي حطاتها أول ما تطلع على الشمس تقوم عاملالها خطوط غمقة وديت خطر قوي اختيار تاني اختيار محجبات الشمس قبل الصفر مهم ملكيش دعوة بتاع السنة اللي فاتت لو كانت فتح اختاري النوع أو اختاري النوع اللي يلاقي بشرتك اختار حاجة فيه فاميلي زي ما بقولك للجروب كله أو للعائلة كلها دي مهمة إلى أقصى درجة حنيجي نحطها قابليها بساعتين وكل ثلاث ساعات على الأقل طيب حتيجي تقول حاجة مهمة جدا للبنات ده أنا عايزة أخذ لون النقطة اللي كنت بكلمك فيها من علامات الثراء دلوقتي انها راح اتصيف فعايزة ترجع لصحبتها انها واخد لون فعايزة تاخد لون عايزين ناخد لون صحي التاند هل محجبات الشمس يا دكتور بتمنع ان انا اخد التاند؟ هو مفروض ولا ما بتمنعش ما هي هعمل ايه بقى دلوقتي هقول لهم بدل ما يحطوه كل ثلاث ساعات لو هي حطته كل ثلاث ساعات مفروض ونوع كويس ونوع فخ هتطلع ما اخر اليوم ما خدتش له كويس لكن هي بقى عايزة تتمنظر يعني عايزة تبتاند تطول فوق الثلاث ساعات ده ايوة صح هتبعد المدد هتبعد المدد بعد كل بدل كل ساعتين او تلاتة هتقول لك ايه كل اربع ساعات وبتاع وشوية اللي بتوع بعض الظهر هتاخد لون كويس انما حذاري هقعد اقولها مليون مر في اللي جاي اللي هقولها دلوقتي حذاري ما بلاش فيه كريمات وسوائل محطوطة وفيه تقليعة عند البنات يجيبوا مش عايزين نقول اللي هي نان الكهوليك دية البشروبات دي ويقوم حطينها على جسمهم علشان الياخدوا لون حلو بلاش الحركة دي دي خطر يا دكتور ده خطر الى اقصى درجة يتخيلوها بتعمل مشاكل ما بعدها مشاكل انا بقولها تاني ايه واحد يعملها دي يا جماعة ولا لها معنى فيه ناس ياخدوا تاند اويل يعني ايه تاند اويل بتتباع يروحوا السوفر ماركت زيوت تقوموا ايه عشان تاخد لون تاخد لون تسود انسي ان انت هتفتحي تاني يعني هتبقى هتقلب لسودة احنا على المهم كده ادينا للناس بعض الافكار كده سريعا وان شاء الله كده بعد ما نرجع بقى من اجسة العيد يكون عندنا الوقت كافي هنقول لهم عندنا يجي عشر نقط هنهتم بيها بس النهاردة اهم حاجة السونسكرين اللي هم رايحين بيه ده وحزبوا من اي حاجة تلاسوع يعني اي حاجة تلاسوع هنبقى نتكلم عليها في الشنطة بعد كده بإذن الله كل سنوحك طيب يا دكتور وربنا يعيد عليك الام بخير الله يخير وعلى حضراتكم اكيد مشاهدين ومتابعين بشكر حضراتكم على طيب المتابعة ولو في بكرة رمضان هنكون معاك ولو بكرة عيد هنكون اجازا ان شاء الله ونرجع بعد العيد ففي كل الاحوال كل سنة وحضراتكم طيبين وإلى اللقاء اشتركوا في القناة